الشمس عندما تغرب ثم تشرق ثانية في نفس المكان فالإسلام هنا غاربت وستشرق ثانية من هنا هذا يقول ناحية لكن الشيء الأساسي أن هناك أحاديث على أساس أن المهدي سيظهر في قسطنطينية أي في إسطنبول أحاديث وروايات وأخبار لذلك نعتقد بأن المهدي سيكون من تركيا ومجرى التاريخ أيضا والتوجهات الألحالية الموجودة لا يظهر لنا أي دولة أخرى مهيئة مثل هذا الموضوع مثل تركيا يقول إذا سألت أي شخص سواء كان عربي أو غير عربي مثلا في دول آسيا الوسطى كذا يقولون تركيا مهيئة لهذه الزعامة وإذا سألت العربي يقول أيضا لا يوريك دولة عربية معينة لقيادة العالم الإسلامي وإنما يمكن أن يشر إلى تركيا يقول الأحداث والشروط الثقافية والتاريخية والاجتماعية هي التي ترينا بأن تركيا مهيئة لهذا الدور أكثر من أي دولة أخرى يعني أفهم من كرامكم أنه إنحياز لبلدكم ومن حق كل رجل وعالم ان إنحاز إلى بلده الدنيا لعلها أشراقت من أرض الحجاز وستعود تشريق من أرض الحجاز مرة أخرى سادهارون دعون من أمتلاحي دورا أمتلاحي دورا أمتلاحي BECjak إذاًوا من أفهم من أفهم من يشرحي بأن حقا لديكم بأن حقا لديكم protoشي مهدين على شرعي مهدينة ريفاة التفسير يمكن أن تساعدتها الإسلام على المنزل المنزل لكي اسلام عليمين başkenti de o zamanlar yani bu hilafet ilga olmadan önce istanbul'du dolayısıyla yine mehdi de istanbul'dan çıkacağını anlıyoruz rivayetlerden bunu said nursi hazretleri söylüyor يقول üstad saeed nursi يقول عند تفسير الحادث الوارد في ظهر المالي هناك الحادث يقول بأنه يطر في الكوفة أو يقول في البصرة فيقول في تفسير كلما يعني العلماء العالم عندما يكون من بصرة والدولة في الثقلة في البصرة يقول أن بما أن العاصمة بصرة أو في بغداد مثلا في بغداد سيطر في بغداد أو الكوفة في البصرة يفسر حسب انتقال الخلافة إلى هذه المدن وبما أن المدينة الأخيرة في الخلافة كانت اسطنبول فنحن نعتقد بأن المدينة الأخيرة التي كانت موجودة فيها الخلافة سيخر من المهدي هذا توقع يعني أستاذ هارون لديكم مؤلفات كثيرة يعني عشرات الكتب ولعل اللغات التي تكتبون بها في مواقعكم وصلت إلى أكثر من أربعين لغة في المواقع الويبسايت وَتَظْهَرِ الْكُتُبْ بِيِسِمْ هَرُونَ يَحْيَى فَهَلْ هَرُونَ يَحْيَى يَكْتُبْ هَذِهِ الْكُتُبْ وَلِمَادَ لَا يَظْهَرْ إِسْمَهِ إِذَا كَانُ هُنَا كُتَبْ مَعَا لِمَادَ لَيَظْهَرَ الْآخَرُونَ مَعَا هَوَ اَيْذَا كُتَبْ Tabi sizin site bir sürü şeyleriniz var, kitaplarınız, onlarca kitaplarınız var. İnternette bir sürü site'ler var, siteler var sizin. Belki kırktan fazla dille yayın yapıyorsunuz. Bu sürü kitaplar, diyorsunuz, üzerinde Harun Yahyazıyor bunu. Peki sizinle çalışan, yani sizinle yardım edenler var. Onların da adları neden geçmiyor burada? Onların da neden tek bir şahsın adı geçiyor? Her şeyi yaratan Allah'tır. Kitapları yazan ben görünüyorum ama Allah beni vesile etmiş oluyor. Daha ben annemden doğmadan önce o kitaplar zaten vardı. Allah beni sebep olarak yaratmış oluyor. Yani kitapları yazan, hazırlayan, her şeyi yapan Allah'tır. O kulunu vesile eder. Kulların o tarz bir gücü yoktur. Dolayısıyla ben yazdım, şu yazdı, bu yazdı diye bir şey yoktur. Yazan Allah'tır. Kullar vesile olurlar. Ama orada bir sembolik isim olarak benim ismim geçiyor. Ama işte redakt eden şudur, şunu hazırlayan şudur. Eğer onu yazmaya kalkarsak en az 50 kişiye kadar varır bu isimin listesi. Buna da gerek yok. Buraktır. Altyazı. Bu da da, bu, خمسين اسم في هذا الموضوع ويعني يكون صعب على القراء لذلك اسم رمزي يدل على هذا الموضوع والحقيقة أن العبد ليس إلا وسيلة فالذي يعمل كل شيء هو الله سبحانه وتعالى والعبد ليس إلا وسيلة في هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع آخر أستاذ هارون موضوع العراق والاحتلال أمريكي العراق في وسط يعني هذه الظروف التي يعيش العالم الإسلامي من احتلالات أنت تتفائل بالوحدة والآن البلاد الإسلامية يتم احتلالها واحدا بعد أخرى كيف ممكن أن نوفق بين هذين المسألتين şimdi العراق الحالي معلوم إسلام عالمينin durumu أجل جاتي 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 وراملات عالمين وعو 개 البيض قد علمينه اللحظة البيض وعندما تعلمون على الرجل بكل أحيان Heat התلاعي بعدد إراكو وعض البيض الأسلامة هل الأمامة الدكتوروب إذن تملك للحصول إلى مريض للحصول إلى مريضا؟ أريد مريضا مريضا، تنزالني تؤمن المريضاً الدينية والحصول إلى مريضاً Mehdi çıkmadan önce ve çıktıktan sonra yani zuhur ettikten sonra birçok alamet vardır. Mehdi'nin zuhur alameti olarak belirtilmiştir. Irak'ın işgal edileceği hatta yabancı ülkelerin bir arada toplu olarak geleceği birçok yabancı Rum ülkelerinin yani yabancı olan gayrimüslimlerden oluşan bir orduyla işgal edileceği belirtiliyor. Hatta ondan önce İran ve Irak arasında savaş olacağı yine hadislerde belirtiliyor. Afganistan'ın işgal edileceği yine Mehdi zamanında işgal edileceği ayrıca belirtiliyor. Afganistan'ın işgal edileceği Mehdi'nin çıkış alametidir. Irak'ın işgal edileceği Mehdi'nin çıkış alametidir. Mehdi'nin çıkış alametleriyle ilgili çok fazla olay vardır. Bir tanesi Fırat'ın suyunun kesilmesidir. Bu da barajda kesildi. Fırat'ın suyu kurudu. Gazeteler yazdı bunu. Ramazan ayında 15 gün arayının ay güneş tutulması olacak diyor rivayetlerde. Bunlar doldu. Buna benzer yüzde yakın alametin hepsi oluştu. Bu da Mehdi'nin çıkış alameti olduğu için tabii ki aynı zamanda bir kurtuluş müjdesizdir bunlar. Yani bir doğum alametidir, doğum sancısıdır. Alamaten ظهور المهdi'nin�uzunlar. الإسلامية وهناك روايات على أساس أن من علامات ظهور المهدي احتلال العراق وأن هناك شعوب الروم يقصد غير المسلمين سيحتلون العراق وكذلك أن نهر الفرات ستنحسر وفعلا هذا حدث وهناك روايات حولها أيضا أفغانستان فهذه الروايات تدل على قرب ظهور المهدي لأن حقيقة هذا مخاض الولادة هذه الآلام هي آلام المخاض قبل مجيء المخلص المنقذ للعالم الإسلامي هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها احتلال العراق لقد احتل العراق المغول سنة 656 للهجرة يعني قبل حوالي 800 سنة واحتلت أفغانستان من قبل استعمار الإنجليزي يعني